المشاهدين الكرام أن يكون معنا سيدة وارتي باتشيكو وهو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ونحن نرحب به ترحيبا بالغا على أرض مصر وخصوصا هنا في مدينة السلام شرم الشيخ نحن نرحب بك هنا في مصر يا سيدي أنا سعيد جدا بوجودي هنا في مدينة شرم الشيخ أرض السلام أعلم أن لديك علاقة جيدة بالدكتور حنفي أجبالي رئيس مجلس النواب المصري هل لك أن تخبرنا عن هذه العلاقة من فضلك؟ بالطبع نحن على علاقة جيدة للغاية التقينا منذ عدة سنوات وشعرت أن لدينا توافق في الرؤى فيما تعلق بمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي ولقد سعدت بتواجد البرلمانيين الشباب من الجنسين ومشاركة نساء في السياسة فمشاركة شباب البرلمانيين هنا في مصر أمر هام يدفع إلى وجود حوار بناء بين الدول والثقافات المختلفة وقد دعيت بالأمس بعد انتهاء أعمال المؤتمر إلى زيارة مسجد وكنيسة في مدينة شرم الشيخ وشعرت أن هناك حفاوة كبيرة بكل الأديان وأن هناك تعايش ملحوظ وسلم عام هذا ما أقدره كثيرا وما نراه في مصر هو الاستقرار وهو أمر هام للوصول إلى التنمية والتنمية هامة للغاية ليست فقط للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ولكنها ستقدم حياة أفضل للمواطنين والشعوب لذلك فإن الديمقراطية والاستقرار مرتبطين ببعضهم البعض ونحن نشعر بذلك